أجمع أساتذة جامعيون ومختصون في التاريخ على أن أحداث ساقية سيدي يوسف تظل جريمة النكراء ضد الإنسانية الأكاديميون خلال ندوة جريدة المجاهد الجزائرية استذكروا ما جرى في الثامن فيفري 1958 من أحداث امتزجت فيها دماء الجزائريين والتونسيين وأكدوا أن جريمة أحداث ساقية سيدي يوسف لا تسقط بالتقادم من جهته دعا لمين العام لمجلس شورى الاتحاد المغاربي سعيد مقدم السلطات الجزائرية والتونسية للتعاون أكثر في مواجهة جرائم لتجارب البشر وترويج المخدرات وغيرها مما يمس بأمن المنطقة أدعو الحكومتين والشعبين في البلدين الشقيقين لمضاعفة وتكثيف جهود التعاون والشراكة لا سي ما فيما يتعلق بتنمية الحدود بين بلدان المنطقة ليس المغاربية فقط وإنما حتى مع دول الساحل والجنوب نحن نطالب بتنمية هذه المنظومة وحفاظا على ما نعيشه اليوم من ظواهر الاتجار بالبشر أيضا جرائم المختلفة التي ترتكب في هذه المنطقة وتمس بأمن واستقرار البلدان ككل